كان ثقيراً لكنه الآن معدماً اليمن الذي تتسع فيه يوماً بعد يوم مساحة الضرر على الفيات الأكثر ضعفاً ما يعني وفق اليونسيف استمرار التكلفة المتزايدة على حياة الأطفال حديثية الولادة وامهاتهم أيضاً فالنزاع المستمر في اليمن منذ سنوات تسبب وفق بيان اليونسيف بتدهور غير مسبوق لوضع الأطفال وأمهاتهم جعل معه الاستمتاع بحقوق الطفولة غير مجد فالأطفال الناجون من الموت لا يمتلكون قدرة الحصول على رعاية صحية ملائمة تموت أم واحدة وستة مواليد بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة كل ساعتين كما توضح إحصائية اليونسيف بسبب انهيار الخدمات العامة في اليمن خصوصاً منها المرافق الصحية ناجية من الدمار والتي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين تدهور الخدمات العامة وضعف الرعاية الصحية والعجد المادي للأسر أجبر الكثير من الأمهات على إجراء عمليات الإنجاب في المنازل في مغامرة غير مامونة العواقب على صحة الطفل والأمة وهو ما طرح استفهامات كثيرة حول دور المنظمات الدولية المعنية بالطفولة ومصير الموازنات التي تصرف لها فضلاً عن دور وزارة الصحة والجهود التي تقوم بها مكاتب الصحة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوتي تتضمن اتفاقية حقوق الطفل التي تقترب من ذكرها الثلاثين التزامات الدول بتوفير رعاية ما قبل وما بعد الولادة في بلد لا يستطيع توفير حق الحياة ذاتها للأطفال وهو ما جعل منظمة الطفولة تعتبر الحرب باليمن هجوماً واضحاً على الأمومة والأبوة